مين اللي وصلنا للقصة دي؟ مين اللي وصلنا ان احنا نتعامل مع الفلسطينيين بهذه الطريقة؟ تعالوا نسمع فيديوهين لاتنين يعني براعم صغيرة من صناع الخنازير ومن سيئي الذكر يعني نسبة لسيئي الذكر الاكبر عبدالفتاح السيسي نسمع احمد ابو الغيت اول من حذر الفلسطينيين ان اللي هيعدي هيكسر رجله وبعدها نسمع ابراين ايسا هيا اللي هيكسر ويكسر خطز الحدود المصرية هنكسر رجله جي اتعاملت ومقولة قالت وأكررها في فبراير 2008 قبل 9 تشر من غزوة اسرائيل لغزة تقولي طب وقلتها ليه هقولك شوف الظروف اللي تقالت فيها واحد الفلسطينيين ييجوا يحطهم متفجرات على صور بنياء مصر وصور بنياء اسرائيل على خط الحدود بالمصر واسرائيل ينسفوه وييجوا يخشوا بالبلدوزر يشيلوا الحدود المصرية يشيلوها ويخشوا من جوه أرض مصر بدون ولا إحم ولا دستور ولا إذن ولا شيء على الإطلاق ويقتحموا الأرض المصرية ويهربوا داخلها سلاح ويخدموا من داخلها سلاح ويحطوا من صواريخ على قناة السويس ويعملوا كل اللي خصل وبالتالي مش هنضطر إحنا إن إحنا نقبل حد ينزح بشكل حد بقى بيجبروا بيضغط عليه ده فعله مدفوع بيحتبرنا بيتعمفيش في حدود مصر مع رفح المصرية مع حدودها مع غزة مع الأرض الفلسطينية 14 كيلو الـ 14 كيلو تعالى نشوف شهود العيام بقى الناس اللي راحوا وقعدوا وقعدين على المعبر بقى لهم شهر تقريبا يقول لها شكل حدودنا إيه على المعبر شكل حدودنا إيه مع غزة على مدى الـ 14 كيلو فيه صور حديدي فولازي بارتفاع 7 أمتار فيه ثمان بوابات على المستوى الـ 14 كيلو دولا إلى الـ 16 كيلو بفولازية حديدية مدرعة بعدها بكذا متر يسمح بمركبات ودوريات التفتيش على الحدود فيه صور خرساني جرانيتي ارتفاعه أربع أمتار خمس أمتار والاثنين فيهم 27 برج مدرعة و 124 كاميرا على الحدود و 7 رادارات بعد الصور الخرساني فيه ممر من المركبات التفتيش رايح جاي وفيه أقماع أسمنتية جرانيتية طن وذناء طن قمع طن مجروس في الأرض على مدى الـ 14 كيلو مع أسلاك شائكة على مدى الـ 14 كيلو بعد الـ 14 كيلو فيه مانع مائي محيرات مانع مائي عمقه 20 متر مين ده اللي هيقدر يعدي باس من عننا ولا الجن الجن لو جهت مش عادة باس من عننا طب افرض نفرهم من الجن ولا نفرهم من الجن طب نفرهم من الجن والإنس ولا نفرهم من الجن ولا من الإنس ايه رأيك؟ يبقى احنا عندنا أحمد أبو الغيت بيقولك الفلسطينيين كانوا بيجيبوا بلدوزر وبيعدوا فاحنا لازم نكسر الرجل اللي بيعدي طب اللي قصف المعبر أربع مرات اللي هي إسرائيل طب اللي ضرب نقطة عسكرية على الحدود جنب كرم أبو سالم اللي هي إسرائيل طب اللي انتهك اتفاقية السلام وانتفاقية محور فلاديلفيا ودخل بالمركافة يخمس هناك اللي هي إسرائيل سمعتونا صدقه؟ لا طبعا سمعتونا صدقه ولا هتسمعونا صدقه ليه؟ لأن العقيدة العسكرية تغيرت أنت العدو بالنسبة لك أصبح هو الصديق بل مش الصديق أصبح ولي النعمة أصبح هو الكفيل بتاعك الحقيقي اللي بيصرف عليك وهو الضمانة أن سيدك سيء الذكر يفضل قاعد في مكانه أصبحت الصورة مختلفة صناعة الخنازير في كل مكان أصبحت منتشرة بدأها أحمد أبو الغيد بتصريحاته في 2008 لكن نوصل بقى للعم أبو حملات العم أبو حملات بيستعرض التعزيزات الأمنية المصرية على الحدود أنا يعني هسأل العم أبو حملات حاجة هو أنت سمعت أن في حد فلسطيني قالك أنه عايز يقعد في مصر أو يدخل غصب عنك؟ أنا بجاوب بقولك لا اللي حصل فلسطيني عايزين يعدوا عشان يخرجوا يشوفوا بلدان تانية يروحوا الأهليهم في أوروبا وسيدك إبراهيم العرجاني لياخد منهم فلوس خمس تلاف وسبعة تلاف دولار على الراس الوحدة والنقطة التانية ناس عايزة تدخل عشان تتعالج وترجع أرضها تاني وفيه ناس عايزة ترجع أصلا فالتعزيزات العظيمة اللي أنت بتتكلم عنها وفخور بيها اعملوها عشان إسرائيل اعملوها عشان العدو لكن لا اللي إبراهيم عيسى عايز يقوله هنا إيه إن ده هو العدو إنه اللي في غزة هم الأعداء إنه يا مواطن يا مصري الفلسطيني هو اللي خطر مش الإسرائيلي ده احنا بنا وبنا إسرائيل اتفاقية سلام انتهكوها يا حبيبي ده احنا بنا وبناهم معاهدات ما احترموهاش يا سيدي طب الفلسطيني لا الفلسطيني خطر جدا اوعى خلي بالك احنا عندنا عشرين متر بحيرات وعندنا كاميرات وعندنا طن ماعس منتية في الأرض وعندنا صور سبعة متر ده احنا جمدين جدا كل ده عشان إيه عشان لو عدى ولد من دول آه نشوف المنظر بتاع مبارح وأنا متأكد إنه هيطلعوا النهاردة في حضيرة صناع الخنازير في الإنتاج الإعلامي يهلنوا للجنود دول ليه؟ لأنهم عايزين إن الشعب المصري يبقى كده هو عايزك تبقى كده عايزني يبقى كده طب وده لما بيعلم عليه كل يوم لا لا ده احنا فيه بنا معاهدات ده احنا الوفد الأمني بلغهم انزعاجه الشديد احنا بلغناهم شكوى رسمية زي ما كنا بنقول مبارح إنما دول لا لا دول طلع يبني بتاع الشومة بتاعتك وانزل فيه ضرب هو كده